في واقع عسكري وسياسي متقلب تعيش تعز وضعا متأزما قياسا بطبيعة التباين وربما الاحتقان الذي شهدته الفترة الماضية بين أطراف عديدة على الأرض أسباب كثيرة قادت المشهد إلى كثير من الارتباك فيما يخص الواقع الميداني ومعركة التحرير ما دفع الحكومة في الأيام الماضية إلى التركيز على تقوية وجودها في تعز باعتبارها آخر وأهم مكان يمكن للحكومة أن تحقق حضورا للدولة فيه وفيما ظل الوضع في تعز متقلبا وشديد التدخل فيما يخص الصلاحيات الأمنية والعسكرية والإدارية شنت ميليشيا الحوتي في الأيام الماضية هجوما واسعا على مواقع الجيش في جهات عدة لغرض الوصول إلى جبل هاني الاستراتيجي الذي تعد السيطرة عليه بمثابة إعادة الحصار على المدينة بشكل كلي المعارك بجبل هان وتحديدا في المواقع الشرقية منه استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأمر الذي مثل تهديدا جديدا أمام الحكومة وقوات الجيش فيما يخص معركة استعادة المحافظة لكن قوات الجيش في المقابل نفذت هجوما معاكسا لاستعادة التباب التي حاولت الميليشيا السيطرة عليها وتمكنت قوات الجيش بحسب قيادة محور تعز من استعادة السيطرة على أعلى قمة جبل هان غرب المدينة يعود تحالف الانقلاب ليلقي بكل ثقله العسكري على محافظة تعز وذلك لغرض الإبقاء عليها محاصرة باعتبارها تضم الكتلة السكانية الأكثر تأثيرا في البلاد ونظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يحدد مستقبل المعارك في جبهات المحافظات المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر